لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المختص في شؤون المياه والأنهار الأستاذ هيثم الخزعلي أهلا بكم أستاذ هيثم إلى هذه الجولة الإخبارية مجلس محافظة ديقار يقول بأن أزمة شح المياه تسببت بنزوح أكثر من مئتي حائلة إلى أين تذهب أزمة المياه بالعراقين؟ بك الله الرحمن الرحيم سيدان حيي قناتكم فينا ومشياجكم في رام حيكم الله طبعاً موضوع شح المياه هو موضوع يشمل كل الأراضي العراقية على اعتبار أن هناك نقص في منسوب منابع نهر الدجلة والفراط وصفوفاً الدجلة بسبب وجود تد أليسو الذي قامت تركيا بإنشائه وهو قلل حصة العراق المائية من 21 مليار متر مكعد إلى 9.5 مليار متر مكعد وهناك مشاريع كانت من المختصة عن تقوين بحجز مياه حياة حيث توصر المياه لبعض المناطق الزراعية لكن هذه المشاريع لن تستمين مثل مشروف الضخمة في شمال العراق والذي توقف وبالتالي هناك نقص في المياه وخصوصاً للأنهار الصاعية التي تسقي بعض المواحي والأقضية من المعدة إلى انخفاض مستوى الزراعة في العراق وهناك حالات وصيات أو نفوق في السروة الحيوانية وهناك العديد من العوائل التي ساتت المناطق التي تتواجد فيها في النواحي والأقضية وستجهت نحو مراسل المدن بسبب شحة النيا نعم أستاذ يثم هل هذه الأزمة مرشحة ربما للتفاقم في ظل سياسة لم تؤتي ثمارها بعد أشهر قليلة من بداية الأزمة طبعاً بالحقيقة أن وزارة الموارد المائية العراقية في فترة الجنابي الموجود حالياً تعتبر من أكشل المزارات التي أدارت ملس المياه في العراق هي لم تقم بأي إجراء من أجل توفير مياه الزراعة والشرب وهي لم تقم بأي قطوات عملية من أجل بناء سجود وإقامة مشاريع كل ما تعول عليه هو التفاوض مع تركيا وإخناع تركيا بتأكين ملك فت أليسو ربما تركيا استجابت لبعض الوقت بسبب عزمتها المالية وترسو علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحاجتها للتبادل التجاري مع العراق الذي يدلوه 30 مليار دولار ولكن حالما تسترد تركيا حاجتها سوف تقوم بنلع هذا السد وهي ربما تقطع المياه لثلاث سنوات تقفضها أقول أستاذ إيثم ليست تركيا هي الوحيدة أستاذ إيثم تركيا ليست الوحيدة التي قطعت الروافد نعم وأنا قلت لك سابقا أن هناك بعض الشخصيات السياسية والمزارة ربما مرتبطين لبعض دول السوار ومراهن مصالحها يوصلون لأعراق ضغط على العراق وعلى حكومة بغداد التي تكون باستثمارها في وقتنا نعم أستاذ هيثم وزير الموارد المأي قال بأن قضية المياه البصرة خطرة حذر الحكومة منذ عام تقريبا عن خطورة ما سيجري فيها البصرة إذا كان الوزير قد تحدث وأشعر المسؤولين بخطورة هذه النقطة ولم يكن هناك استجابة من المسؤول إذن؟ يا عزيزي الوزير الموارد المائي يشكو من أزنى مائية أعتقد هذا الأمر مبحث كأنه يفتح أحيانا وزير أمني ويتحدث عن ارتباط الوضع المسؤولية الأمنة أو مسؤولية المياه هي مسؤولية المواطن العراقي أن الوزير لديه تخصيصات من الموازنة العراقية وكان من المستعد أن يقوم بإنشاء مشاريع من أجل حل هذه الأزمة ومعالجتها ووضع خطر استراتيجي لها أنت كما تعلم أن كل وزارة مختصة بشيء معين ولا خطر من الموازنة لا يرقل أن يكون رئيس الوزارة حكيما وعالما ومختصا بكل شيء ويقوم بممارسة أعمال المزارات وزارة الموارد المائية لم تقوم بتقديم خطة من أجل استخدام الأزمة ولم تحترح مشاريع إن لم تحل هذه الأزمة يعني إن لم تحل هذه الأزمة مع عدم وجود حلول جذرية للمشكلة ما هو المستقبل الذي ينتظر البصرة؟ طبعا بالنسبة للحكومة الحالية ربما تعول على أنه قدوم بصر الشتاسة وفيقصح مناسب المياه ويحل المشكلة أو تعول على فعاليات غير رسمية مثل المزارية الدينية التي يأثرت موثلها وقام بشاء العديد من المضفات ونحن بضغط المياه إلى البصرة ونصب محطات تحلية ولكن هذا ليس حال جذري أزمة المياه أزمة أشمن كل العراق وهي ليست مستقبل البصرة فقط هناك أنطاع عن نزوح في الكفل ونزوح في الناطرية محافظة في قراءة في الرافة إلى البصرة وأن تتعلم مناطق جنوب العراق منادع النصب التي تكون أكثر تضرغا ولا أعتقد أن الشعب الضوطة يتحمل هذا التسويق الحكومي أستاذ يثم الخزعلي المختص في شؤون المياه هل أنهارك تبعنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر